اشتركوا في القناة المؤثرة اللي قدرت انها تحقق خطوات ثبتة في مجال عملها ابتدينا نحن نعمل تصويت عن اكتر الشخصيات اللي كانت نجحة واللي قدرت انها تثري الحياة العلمية والحياة العملية والشخصيات دي تم اختيار احد الشخصيات علشان يكون ضفنة للمرة التانية في حلقة النهاردة الحقيقة اختياره ما كانش من فراغ مسيرة من النجاح والتقلق مسيرة من الكفاح اللي قدرت توصل للنجاح خلينا دايما نقول او زي ما أنا بقول باستمرار ان بالامل والعمل والعلم والايمان والصبر والمثابرة يصل الانسان لما يطمح ويره الانسان او الشخصية اللي هتكون معنا النهاردة هي شخصية قدرت انها توصل للهدف اللي كانت حطا قدام عنها من اول ما اشتغلت في المجال ده خلينا رحب بدفنا ودفكم الاستاذ محمد ابو غزالة رئيس مجلس ادارة شركة جاردز عشان نتعرف يا تارى ابتدى ازاي في المجال لحد ما وصل بشركته لانها اصبحت من اولى شركات الامن والحراسة على مستوى الجمهورية استاذ محمد اهلا وسهلا اهلا بيك استاذ عبر الرحمن وانا مشكرك على التقديم الجميلة اللي انت قلتها دي حاجة والله يتشرف ويعني بسطاني جدا بكل الكلام الجميل اللي انت قلت ده والله ربنا اعزك هو كل الشرف لنا واحنا سعداء جدا بتواجد حضرتك للمرة التانية معنا هنا في استيديو كورا تسعد انا اسعد والله انا اسعد انا والله يعني دي تاني مرة اجي معاكم لبرنامج هنا تمام سعدت بيها اول مرة وبسطت وما جي تكلمتني انت سعدتك تانية ان انت تضيفني في البرنامج دي فرحتني اكتر وخلت فيها عندي سعدة اكتر وحستني عارف اللي هو بالايه بالتقلق ان انا اعمل اكتر واشتغل اكتر في ايه في شغلة حاجة زي كده دايما ان شاء الله بتقلق وتفوق وتميز وريادة وزيادة خلينا اول بقى ان نعرف السادة المشاهدين مرة لفات يمكن اتكلمنا عن التجربة العملية لكن هاردة بقى عايزين نتكلم عن التجربة الشخصية خاصة بعد محضرتك حظيت بتصويت السادة متابعين البرنامج على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والانستجريم عايزين نتعرف بقى بشكل شخصي يا ترى ابتديت في مجال شغلك ازاي والله انا الشغل انا بتاعتي شغلة الامن والحراسة عمتا يعني مفيش حد بيبدأ في شغل تمام وبيكون كويس في قلة ما بيكون بحبه فانا انا بشوف ان الشغل بتاعي في مجال الامن والحراسة هو بعيد عن الشغل هو استمتاع انا بستمتع بشغلي لو انا نازل بأمن مكان جديد او انا نازل بشتغل بشتغل في مكان جديد بصرف النظر عن الموضوع مثلا ان الشغل فلوس ماديات لا انا ببقى شغال بكون مبسوط جدا بالعمل اللي انا بعمله تمام يعني مثلا احنا بنبقى نازلين بحاول على قد مقدرة برفع مستوى الخدمة ومستوى الشغل ومستوى فرض الامن وشكل الامن تمام على ايه عندونا الشركان التانية تمام في مظهره بقى في زيه في لبسه في طريق التدريب وفي طريق شغله كل ده احنا بنقدر ايه بندهوله واحنا الحمد لله بفضل الله مجموعة برضو اللي احنا شغالين معاها نقدر يعني نقول من الناس العملاء اللي قويسين جدا اللي على مستوى مصر وعلى مستوى الكاهرة تمام انا الشغلانة بتاعت دي بتدتها من تحت قوي يعني عدت على كل المراحل فيها وما بتكسفش خلص من اللي انا بقوله ده يعني دخلت فيها اشتغلت فيها كل حاجة مسكت موقع مسكت مشرف مسكت فرض كنت بحط نفس دايما مكان الفرض كنت باشتغل معاهم المجموعة بتاعت دايما انا كنت بحب اعمل منهم الروح الكفاح في وسطيهم منزل اشتغل معاهم اقضي معاهم وقت اقضي معاهم وقت الشغل بتاعهم بحيس ان انا ارفع من معنوياتهم ارفع من الحاجة اللي زي كده تمام اللي كويس بنكفقه بنبدأ نشتغل على الكلام ده والحمد لله بفضل الله احنا في النجاح مستمر كشركة بتاعتنا شركة جونز خليه بقى نقولي ان دايما النجاح بيبتدي من هدف صغير لحلم كبير بنحاول ان احنا نوصل للحلم ده بالضبط يا تارى ابتديت ازاي في المجال ده يعني هل البداية ان حضرتك اشتغلت في المجال زيك زي افراد الامن اللي كانوا متواجدين دلوقتي او اللي متواجدين دلوقتي وانا البداية كانت ازاي عشان ادي انطلاقت كده امل لكل الناس اللي شغالة في المجال والله يا فنم اقولي ساعدتك على حاجة انا بدايت شغلي في المجال ده تمام اشتغلت في اماكن كتير تمام وعلى ايد قضى كويسين جدا فالناس دي كانت بالنسبة لي امل بالنسبة لي ان انا عايز افلين زي اعلين تمام كنت ببدأ دايما حطوتهم لنقطة هدف بالنسبة لي تمام فانا زي ما قلت تساعدتك انا اشتغلت انا عدت على كل المراحل اللي فيها حتى انا دلوقتي يا ايه فرض الامن مسلا او المشرف الامن او مدير الموقع او اقام اما بعمل حاجة او بيصرف تصرف عارف اللي هو اعد عليا فالموضوع خلاص اللي هو ايه زيي المدرس والتلميس كده طبع فانا كنت في يوم الايام المدرس كانت في يوم الايام تلميس فانا اه عارف يتصرف ازاي عارف بيفكر ازاي عارف الحاجة دي بعمل ازاي حتى انا يعني درجة ان انا بوصل لفكر العميل هو عايز ايه يعني انا مثلا ان انا باخش اسوق يعني ممكن حاجة اقولها برضو للعملة بتاعتي يعني ممكن ما عرفوهاش يعني انا دايما انما باجه اتعامل فشغلي بيكون في البداية بيكون اي لهم ان انا مثلا مسؤول في المبيعات جانب التسويق ان انا مسؤول في المبيعات بعد كده يفاجأ خالص ان انا ايه رئيس الشركة او صاحب الشركة او حاجة ايه دايما في البداية بيكون من ضمن الفريق اللي هو بتاع المباعة بحيث ان محدش هيقدر يسوق شغلك ومحدش هيقدر يعمل شغلك ويوصلك للهدف اللي انت عايزه وغيرك انت طالما انت حاطت عينك على حاجة وحاطت ان انت توصل لهدف معين هتوصله تمام والله وفي حاجات كده معينة اللي هي بتدي ايه حافز يعني انا واحد من نفس يعني دايما ما بحبش ابوص النص الكوباية الفاضي تمام ابوص النص الكوباية المليان ثم الواحد فيه سامة امل فيه نجاح فيه حاجة بيبدأ يكمل ويبدأ يستمر لو حاس انه هو مثلا محبط او انه هو فشل او هو اي حاجة بحاجة مش هيكمل طبعا حضرتك بقى كلمة دلوقتي عن الاحباط او اليأسف في حال الاسف متواجدة عند الشباب المصري انا مش عايز اشتغل عند حد انا عايز اكون صاحب رأس المال عايز اكون صاحب الشركة لكن هل هو ينفذ هل هو يخطط هل هو بيحاول يوصل لده للاسف بيكون فيه طريق تاني خالص وهو ان هو يفضل في الخيال بتاعه ما ينزلش يطبق ده على الارض الواقع فتقول ايه للشباب اللي لسه بدأ في مجالها وتموحها ان هي عايزة ده من غير ما تشتغل هقول لي ساعدتك على حاجة هو الشغلة مرحلة انت عايز تعمل هدف ما ينفعش هدفك ده يبقى من اول ايه من اول يوم تشتغله من اول حاجة مش هصحى الصبح من نوم هفتح شركة وانا ناسف ما حلتيش حاجة او معينش حاجة تمام فانت الشغلة مرحلة انا بقول لي ساعدتك انا بدايتي كنت شغل حاجة كوي انت مبلغ بدأت اشتغل في حاجة تانية كوي انت مبلغ بدأت افتح شرك بدأت اكبر علاقاتي علاقاتي كل يوم بتكبر اكتر تمام لغاية ما وصلت للمرحلة اللي انا فيها تمام فهو انا بقول لي الشباب يعني دايما ايه ما ببصش للحاجة اللي انا هبه مرة واحدة هبقى فوق لا ابتدي السلم سنة سنة ما فيش حد خد المرحلة مرة واحدة حتى لو بصنا للناس بتاعت زمان يعني طه حسين نجيب محفوظ الناس دي كلها يعني ايه ما بتاخدش السلم مر لا اكيد يتعلم اكيد دخل جامعة بارس جمعيته بعد كده ايه واكيد برضو مر بالعديد من المعاركلات او الحاجات اللي قدرت تقف قدام طريقهم فيه اللي بتجاوزها فيه بالضبط بيبتدي يستسلم للزروح فعلشان نصر التجربة عايزين اعرف اهم المعاوقات برضو اللي وقفت قدامك في طريقك لتحقيق هدفك او حلمك اللي وصلت لي دلوقتي كانت ايه اهم المعاركلات اللي واجهتك والله بص اقول لي ساعدتك على حاجة هو اول حاجة كلام الناس انا شايف انه محدش يستسلم لكلام الناس يعني اللي يجي يقول لك مثلا لا انت مش هتنجح انت فاشل انت مش هارفك ما يشتغي يعني مالوش دعوة بيه خلي هدفك قدامك انا عايز اقول لي ساعدتك حاجة يمكن حاجة يعني غريبة برضو بالنسبات عارف انا مثلا والله يعني الفترة اللي فاتت دي كل مثلا ما في حاجة اي اشوية ممكن حاجة انا روح مشغل اغنية اللي هو بالنب بتاعة بنك مصر دي مزيكة بتاعتهم اللي هو ايه انا ربني مصر اه اه جميلة والله حقيقة ده دي حاجة التانية اللي هي بتاعت برضو تقدر تطير من غير جناحات بتاعت عارف والله بتدي فعلا حافز وبتكسر اي حواجز اصادك تبدأ ايه تفاية ماضي تشتغل بيها وتبدأ تعمل بيها فانا دايما بتلاقي نفسي ما برضوش هدي النفس اليأس لنفسي يعني ما بتاخدش اليأس من جوية تمام دايما ببص للحاجة النقحة اجي مسلا اقول انا لو لو اشتغلت في الحاجة دي او عملت الحاجة دي تمام ايه الفوائد و ايه النجاح و ايه المكاسب اللي هتقدع لا مش اقول انا لو اشتغلت في الحاجة دي انا السنة ممكن اخسر السنة ممكن فلوس اديها فيه السنة ممكن ايه لأ فيه حاجة بتقولك يفوزوا باللزات وكل مغامرين دي حقيقة تمام لو البناء ادم اشتغل بحاجة كده وبدأ بيتعامل وبيغامل اصلا انت طول ما انت خايف في خايف تقدم خطوة خايف تعمل حاجة مش هتشتغل مش هتبدأ مش هتوصل لهدف انت كن عايز توصله تمام دي حاجة وبرضو زي ما بقول ان فيه برضو كلام ناس بيحبط لأ فيه كلام ناس برضو ايه بيقدمك للامام فيه كلام ناس بيبدأ بيخليك روحك المعنوية دي في السماء تمام وربنا يكتر لنا من الناس دي يعني الواحد يعني ايه بفعلا والله انا ببسط اما الاقي ايه حد رجل كبير مثلا شغال معايا بيدعيلي لا انت ان شاء الله ربنا ايه هيكرمك وهيرزوك برزقنا تمام الاقي حد ما واحدة ستة مثلا بيدعيلي برضو عشان ابنها اشغال معانا واحنا ما جالش قولنا يعني بفضل الله بليفتح برضو بيوت كتير وربنا جعلنا سبب للناس دي دي لا شطرة مننا ولا اي حاجة هي بس حب الطموح تمام وفي نفس الوقت وما توفيقه الا بالله توفيق من عند ربنا خلينا اقصر طريق للنجاح هو الكفاح والنجاح مفيش ملوش نهاية ملوش حدود شايف شركتك فين بعد خمس سنين من دلوقتي والله اقول لي ساعدتك على حاجة احنا في بلاب برا تمام شركات الحراسة عمتا بيبقى ليها دور زي القوة القبضة او القوة القضائية تمام في بلاب برا في انجلترا وفي امريكا وفي الحاجات دي اتمنى ان برضو الموضوع ده يبقى موجود هنا في مصر يعني يبدأوا يبدو شركات الحراسة وشركات الامنة والحراسة تصريحات بحاجة زي دي وانا شايف ده دلوقتي بيبدأ يتطبق على ارض الواقع بس بشكل معين يعني انا شايف معظم الاماكن الشرطة كانت فيها شركات الامنة برضو دلوقتي بيتأمنها بتكليف من الشرطة وبرضو الشرطة بتجب يعني مش مش يعني بتقول لناس او اماكن معينة تبدأ تشتغل فيها شركات ايه امن وحراسة زي شركات السياحة زي الفنادق زي الحاجات دي فشركات الامنة والحراسة دلوقتي بقى لها دور كبير بقت ركيزة بالزبط والجامعات والمعاهد وكلهيات يعني ما شاء الله شغلها بدأ يتوسع اكتر ويبدأ ايه احنا رجال الشرطة يعني ليهم مهام تانية كتير يعني ممكن يدار يقوم به اهم بكتير من حراسة يعني ما يبقاش انا عندي فندق مثلا او انا عندي مثلا حاجة واجيب مثلا شرطة الناس دي بيتحارب والناس دي بتتعب والناس دي بتشتغل والناس دي وراه حاجات كتير جدا 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 غير الكلام ده تمام يعني الله يعينهم على حاصل في البلد والحاجات اللي بتحصل في البلد والكلام اللي ماشي ليه اليومين دول ووفقهم ويقدرهم على اي شر ضد بلدنا طيب خلينا دلوقتي يا استاذ محمد نقول ان احنا دلوقتي بنكلم الشاب محمد ابو غزيلة وليس رئيس مجلس ادارة شركة جاردز اللي بتحاول تقدمه دلوقتي للشباب بصفتك شاب بكونت في يوم من الايام في حاجة للعمل فاكيد دلوقتي لما بقيت صاحب العمل نفسه ممكن تقدم بعض الخدمات او الفرص للشباب هل بتسعى لده؟ والله استاذ عبد الرحمن احنا حاليا فعلا بنعمل ملتقات توظيفية كتير جدا تمام اللي هي توظيف الشباب للعمل بتاعت الشباب وما بتقتصش على شركتنا احنا بس يعني انا ما بجيش اعمل ملتقى توظيفي اقول ان هي شركتي بس هي اللي فيها عشان نشغل الشباب في شركتنا بس تمام احنا مثلا بنجيب مثلا في حدود عشر شركات معنا او خمس ست شركات معنا بالاضافة لشركتنا باضافة لشركة اصدقاء لنا ونبدأ نعمل ملتقى توظيفي ونشغل الشباب ايه فيهم تمام وبنبدأ نشتغل بالمنطق ده يعني انا بعمل كده انا يعني برضو حاجة مبسط منها وفخور بيها ان انا من الامارية منطقة الامارية دي منطقتي ومكاني وانا باعتبرها دولتشي يعني حاجة كده يعني الناس كلها بتحبيني فيها فانا بحاول بقدر الامكان اعمل الحاجة اللي تبسطهم اعمل الحاجة اللي تساعدهم ابساعدهم ازاي الشباب مثلا انا اسف الكلمة اللي قاعدين اللي موجودين اللي ما بيعملوش حاجة تمام بابدأ اعمل لهم اجيب لهم الشركات دي جوه الامارية نختار مكان كده برقاست برضو الحقيقية عندنا بيساعدنا في الكلام ده ونبدأ نشتغل ايه ان احنا نوفر شركات في المكان ده وبنبدأ نجيب الناس بتقدم ويشتغلوا معنا واحنا الحمد لله فضل اللي شغلنا كمية كبيرة جدا من الحمد لله طب خلينا نقول عشان دلوقتي خلاص الكنترول بيقول نوقت حلقتنا خلاص انتهى عايزين نواجه رسالة اخيرة لكل الناس اللي بتشوفنا ولكل الشباب المحبطين اللي عندهم اهداف واحلام لكن للأسف لسه مدخلتش حيز التنفيذ تقولهم ايه؟ هقولهم والله ما تخليش حد يحبطك يعني بص نفسك فليك خلي هدف قصودك يعني البني ادم لازم يكون عنده هدف الهدف اللي هو بيبدأ يشتغل بليه وانت اشتغل تعليه وتوصله ربنا ما بيضيعش اجر من احسن عاملة طالما انت يعني بتكتهد وبتعمل ربنا عمره ما هيضيع مجودك بس انت ما تخليش حاجة تحبطك يعني واسمع ابنيتنا اللي انا بقول لك عليهم دول اللي هو انا ضد الكسر انا ضد الكسر وزي ما احنا قلنا اقصر طريق للنجاح هو الكفاح بساس محمد ابو غزالة رئيس مجلس ادارة شركة جاردز بشكرك جدا وان شاء الله نستضيفك حلقات اخرى نتكلم فيها عن انجازتك شارف لينا عبد الرحمن بيل مقابلة مع ساعدتك وانا سعيد والله العظيم باللقاء التاني ده معاكو وان شاء الله يكون فيه ايام تانية جتير نبقى معاكو برضو ان شاء الله وإذن الله احنا محضرين مفاجآت خلال الحلقة الجمس مش هنحرقها دلوقتي يكون الاستاذ محمد دور كبير قوي معانا في برنامجنا هنا من خلال القناة الصحة والجمع شرف لنا عبد الرحمن بي شرف لنا فندم وانا مبسوط والله بيكو بالقناة كلها زي ما بدأت هاختب استمرار بنقول بالامل والعمل بالعلم والايمان بالصبر والمثابرة يصل الانسان لما يطمح ويرى رسالة وكلام كتير جدا 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 بتلخصوا العبارة دي اتمنى من كل للشباب المصري انها تجتهد علشان تقدر انها توصل لهدفها وزي ما ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى قال لا يضيع لا يضيع الله اجرى من احسن اعمل اجتهد وربنا مش هيضيع اعزائي المشاهدين وقت حلقاتنا للأسف خلص بسرعة ان شاء الله انا نلطقي الجمعة الجاية في نفس الموعد اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي عبد الرحمن سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة